السلام عليكم حياكم الله انا را كانوا رجعنا من جديد وهذه المرة لمراجعة فيلم قوتزلا vs كونغ ويلا نبدأ وتدور احداث هذا الفيلم حول لقاء مرتقب يجمع بين الاسطورة قوتزلا والاسطورة كونغ وبس ما في قصة بل في محاولة ليحشوا قصة وليحشوا احداث وفي محاولة ليصناعة فيلم خيال علمي فقط ولو نرجع لتاريخ افلام قوتزلا وافلام كونغ راح نجد انه القائمة طويلة ومليانة افلام واعمال خاصة بهذه المخلوقات ولكن اول عمل جمع بين قوتزلا وكونغ اعتقد كان في سنة 1960 بعد ما بحثت بشكل عام اتفهم انه الصناعة ما كانت متطورة زي التطورة اللي وصلت له الان من ناحية تقديم قصص متنوعة ومختلفة وتقديم شخصيات عميقة وشخصيات نرتبط فيها ارتباط عاطفي وكان مجرد وجود مخلوقات كبيرة ومخلوقات هائلة ومخلوقات اسطورية على بوستر ايفل قادر على جني الارباح ولكن بعد ستين سنة الوضع تغير اصبحت صناعة الافلام وافلام الخيال العلمي تحديدا متطورة لدرجة اننا شفنا مجموعة من الافلام خلال السنوات الماضية اشرف عليها علماء حقيقيين لتقديم فيلم خيال العلمي حقيقي وانا اتحدث هنا عن العلم بشكل مباشر والتسلسل المنطقي للاحداث داخل هذه الافلام ومن الواضح انه صناعة فيلم قوتزلا ضد كونغ قائمة على اساس ربحي وانا ما انفضد هذا الشي بالعكس افلام كثيرة قائمة على اساس ربحي كانت ناجحة خلال السنوات الماضية لانها قدمت لنا قصة بجانب هذا السعي المحموم تجاه الارباح ولكن اللي صار في فيلم قوتزلا ضد كونغ هو اعتقد انه مجموعة من المدرات التنفيذيين كانوا جالسين في غرفة وقالوا خلونا نسوي فيلم نتمع فيه قوتزلا وكونغ واهلا وسهلا بالارباح بدون قصة بدون شخصيات بدون احداث بدون حبكة بدون ولا شي نحط على الكائنات هذه ونبني حول هذه الكائنات محاولة كذا خجولة لتقديم بعض الشخصيات لتقديم شبه قصة وشبه خيال علمي واللي نتج عن هذا الامر قصة ركيكة وشخصيات سطحية بلا اي عمق وبلا اي اتزان من ناحية الحبكة بحد ذاتها والشخصيات الموجودة فالفيلم يحاول انه يسرد القصة من خلال خطين اساسيين الخط الاول او الجانب الاول كان المفروض يكون هو الجانب العلمي واللي تدور اغلب احداثه بجانب كونغ او بجانب هذا المخلوق الاسطوري وهنا يا جماعة الوضع كان كرنج يفشل يعني تشعر انك يعني كده متفشل بالنيابة عنهم الحوارات اللي كانت بين الشخصيات ركيكة والله يا جماعة اني كنت اشعر انهم حافظين النص يعني كانوا يتكلمون مع بعض الشخصيات بهذا الجانب وكل شخصية تخرجت على الشخصية الثانية كده باجزاء من الثانية في مشكلة القالك حل باجزاء من الثانية في جانب علمي تبغاني اشرح لك الان اشرح لك باجزاء من الثانية بدون اي مشاعر بوجهي بدون اي محاولة اني ابيين لك انه انا قاعد اشرح لك شيء علمي لا اعطيك كده الشرح بشكل بسيط مرة وكأني انا حافظ النص شرح النظريات او الاساس العلمي الفيلم قائم عليه كان مرة ركيكة يا جماعة مرة بسيط كده مرة مباشر وكأنهم قاعدين يلقنون اطفال او يقدمون هذا الفيلم لمجموعة اطفال فاندي هذه المشكلة ابدا تحلها زي كده بس ما في اي ساعي ما في اي محاولة ما في اي تفكير ما في اي مدة يستغرقها الممثل على طول باجزاء من الثانية تجد عندك الحل وتجد عندك الشرح بشكل عام انا ما عندي مشكلة مع افلام الخيال العلمي او الافلام اللي تكون مرتكزة على اساس علمي بالعكسة نعشق هذا النوع من الافلام وتحديدا اللي تقدم للمشاهد بشكل يحترم العقل ومن اهم الركائز باي فيلم خيال علمي هي القوانين اللي هذا الفيلم مبني عليها سواء كانت قوانين خاصة بالفيلم او قوانين حنا نعرفها بحياتنا العامة لما تضع قانون خاص فيك داخل هذا الفيلم لازم من اول لحظة بالفيلم الى اخر لحظة تمشي على هذا القانون اللي انت وضعته ما تمشي على كيفك يعني مرات تمشي على هذا القانون بعدين تقول لا انا عندي قانون مضادل هذا القانون يعني لا تترك اي مجال للصدفة هذا الامر صار بالفيلم انه مبماشين على القوانين اللي هم حطينها فالحبكة كان فيها محاولة لصناعة خيال علمي ولكن بعيدة كل البعد عن الاتزان وعن المنطقية وعلى الجانب الآخر وعشان الفيلم ما يكون ممل كان لابد من انهم يجيبون مجموعة أخرى بالخط الدرامي الكوميدي خط المغامرات وهذا الجانب يا جماعة يفتقد ويفتقر لأي بناء أو عمق بل الصدفة كانت العلامة الأبرز بتسلسل الأحداث فيه صدفة أولى تتبعها صدفة ثانية وصدفة ثالثة إلى آخر الفيلم وكان هذا الجانب بشكل عام ملي بالأحداث المتوقعة ما أكذب عليكم ضحكت على بعض الذبات وعلى بعض المواقف ولكن كان هذا الجانب طفولي إلى أبعد درجات الطفولية بعيدا عن الشخصيات والحبكة والقصة لو كان الهدف من أنك تدخل السينما عشان تشوف كوتزيلا ضد كونغ فأحب أقول لك أن هذا الأمر قد يستغرق 30 إلى 40 دقيقة لما تبدأ المواجهة الأولى بينهم وقت طويل ومليء بالأحداث الركيكة والمتوقعة ومليء بالصدفة والأداء السيئة إلى أن نصل للحظة المرتقبة أن نشوف كوتزيلا ضد كونغ ومن وجهة نظري لو اختصروا الفيلم وحطوا فقط القتالات اللي موجودة بالفيلم كذا جمعوها بشريط فيديو ونزلوها على اليوتيوب أو نزلوها على فيديو انديماند أو حتى نزلوها بالسينما ممكن أستمتع أكثر من أني أشوف هذه القتالات اللي كانت رهيبة وكانت CGI جميل فيها مع شب حبكة وشب قصة وشب أحداث بشكل عام لابد أني أعود لنقطة البداية أعتقد أن الخطة الأساسية للفيلم هو وجود مخلوقات ضخمة تتقاتل تحمل أسماء كبيرة مثل كوتزيلا وكونغ وهذا العمل قادر على در الأرباح لأي شركة ممكن تقدم هذا الفيلم بـ CGI رهيب ولكن وجود هذه الأسماء بفيلم طول وساعتين مع شب حبكة وقصة ضعيفة وحوارات وخيال علمي ضعيف كان مجرد ضياء للوقت صراحة وتقييم العام للفيلم 2 من 10 وهذه فقط لـ CGI والقتالات اللي كانت جيدة عدى ذلك أشوف أنه الفيلم من أضعف الأفلام اللي شفتها في حياتي وفي حال شفت الفيلم يا ليت تكتب لي رأيك تحت في خانة التعليقات كم تقييمك للفيلم من 10 وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة اشتركي بالقناة دي ما كنتم اشتركوا فعل جرس تنبيهات لايك إذا عجبك المقطع دس لايك في حال ما عجبك واذكر ليش ما عجبك المقطع تابعنا مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وسناب والانستغرام كما كم رأي كان أشوفكم المقطع الجاي سلام